مرحبا حباي ببرج الاسد. اهم المواضيع او الامور اللي ممكن تظهر بالورق في هاي الفترة. ان شاء الله تكون كروت حلوة. طاقة ايجابية. خلينا نشوف طاقة برج الاسد في هاي الفترة المسيطرة عليها شو اكتر اشي. للاسف برج في علاقة ثلاثية او خيانة التفكير فيها او انت رح تكتشف خيانة حبيبي طرف ثالث في الموضوع. ممكن تكتشفه في هاي الفترة رح يكون شوي مسيطر على طاقتك. في شخص عم بيحاول انه يخدعك او اه يعني يدخل اوهام اه لراسك عم بيمشي لك اه امور اه يعني عدي لك اياها كمسجات اه دايريكت او ان دايريكت. اه عم بتكون مو صح هاي الامور. وعم بشوف عندك تواصل روحاني عالي وتشافي او تحاول اه انك تحاول تتشافه اه من موضوع معين رح يكون كتير اه كبير هاي الفترة. رح تركز على انك تستشفي من موضوع اه معين خلال هاي الفترة يا حبيبي اه برج اه الاسد. يعني اه عم بشوف بداية جديدة. عم بتحاول يا برج الاسد انك يعني تفرجي للناس كلها وجهة جديدة. اه عم بتحاول انك مش تمثل انك اه اه وليكن انك تمثل انك شخص اه لقيم او شخص غير شخصيتك الحقيقية. اه يمكن لانه مليت من الطيبة او من انك تتعامل مع الناس اه بطيبة ويبادلوك اه بغير يعني غير اه طاقة فا كتير كتير يعني مبين انه في بداية جديدة في تغير بالشخصية واكنك بتنفض اه عن حالك اه يعني طاقات اه سلبية مبينة هون الطاقات السلبية كتير انه ممكن يكون في عندك حبيبي طاقة اه سلبية سحر حسد عين اه عين كتير مبينة بالورق اه ممكن بس تراكمات سلبية بس اكتر شي ممكن تكون عمل او اعمال ما بعرف فيه حدا اه عم بيحاول وهي امرأة عم بيحاول انه يعمل لك هذا اه الموضوع لكن انا عم بشوف طاقتك اه بتطغى على الموضوع طاقتك في انك اه تخلق انسان جديد اه جواتك من بعد الغدر ومن بعد اه كل شي عم بتحاول تستشفيه يمكن هذا الاستشفاء من الطاقات السلبية يعني مش بس من الخيانة فبرج الاسد يتحمل كتير بالفترة الماضية وعم بشوفه هلأ لا يعني هو اه عم بيحاول يمسك اه يسترجع حق يمسك اه زمام الامور يرجع اه يعني خلينا نقول يرجع اه يمسك اه الموضوع زي ما كان ماسكه اه زمان اه عم بشوفك بتحط احدود اه يعني احدود حد لكل اه شخص اه من بعد عطاء كبير من بعد اه تضحيات اه كنت عايشها اه كرمال شخص وهذا الشخص اه خانك في ظلمة الليل خلينا نقول في ظلمة الليل خانك هذا اه الشخص لا وعم يتفرج عليك كمان عم يتفرج عليك وانت اه بتنجرح بس نبين انه هدول عشر سيوف خلص خلص الموضوع اه بعد هيك ما في قيانات بعد هيك ما في يعني ما في اللي هي صدمات خلينا نقول هاي اخر اخر فترة انت عم بتشطب انت عم يعني بتنهي هاي المواضيع وتحط حدود وعم بشوفك بتبلش اه بداية جديدة في شوية تفكير بالماضي اول الفترة تفكير اه بالماضي لكن اه بعدين عم بشوفك بتخلق اه انسان جديد اه في العمل مسيطر اه بدرجة يعني لدرجة عالية جدا رح تكون مسيطر على كل اه الامور اه وممكن الحدود اللي بدك تحطها ممكن كمان تكون لزملاء في العمل اه مبين انه رح تعمل شي او انجاز او كزا يشهدولك في المسؤولين او يشهدولك في الناس اللي موجودة معاك اه في العمل اه مبين مبين اكتر شي بالنسبة للناس اللي حابت سافر مبين في عندي سفر اه ولكن مؤجل شوي يمكن لشهر عشرة اه شهر عشرة احتمال كتير كبير يتم هذا اه السفر اه اكتر ايش يبين قدامي بالورق فيه ترابط روح كتير كبير عالي بينك وبين الشريك اه مبين فيه شخص جديد كمان رح يدخل على حياتك حبيبي اه هذا الشخص اه يعني من مواصفاته كتير اه خفيف الدم اه ممكن يكون زميلك في العمل هو شخص اه يعني بتعرفه من اه من قبل من البداية ولكن اه ما كان فيه مشاعر اه متبادلة من ناحية هذا الشخص يمكن من عندك كان فيه مشاعر كنت مفكر انه الشخص التاني ما عميبادلك بس اه بالحقيقة اه عميبادلك الشعور عقلك الباطن اكتر شي على شو مركز يا برج الاسد اه تحقيق اه ناصر خلينا نقول وانك تسكر الباب على موضوع قديم تدفن انه خلص وتبلش اه بداية جديدة مبين فيه رومانسيات عالية فيه لمشمل بين شخصين اه بتجاوزوا كل العرقيل قد ما فيه عرقيل هون يعني شفنا صدمات كتير من هذا الشخص ممكن تكون او اه خيانة او طرف ثالث اه شفنا فيه طعنات اه لبرج الاسد اه ولكن بالاخير فيه لمشمل فيه لمشمل بين اه هدول الاشخاص اذا فيه مصالحة من بعد اه فترة من الجفاء فيه مصالحة اه ولكن رح تكون من الطرف المقابل مش من مبادرة منك يا عزيزي اه عم بتكون الفترة الجاي من بعد الاستشفاء ان شاء الله يعني رح يتم الاستشفاء مبين اه بتدرج الوراء انه فيه استشفاء وتطلع من كل الطاقات السلبية اللي انت كنت فيها اه مبين انه من كتر الفرح والانبساط ان شاء الله يعني رح تعمل اه متل اه رح تطلع او شي رح اه تروع البحر اه مع الشريك اه يعني فيه مشاوير حلوة رح يصير على الصعيد الرومانسي. والشريك رح يهتم فيك كتير اه لدرجة متل ما شفنا بالكرت انه عم بيحضر لك العصير او الشغلات فعم هو يعمل لك اياها بايده. فعلى قد ما شفت اه خيانة من هذا الشخص اه على قد ما رح تشوف رومانسية منه وانه يعترف بغلطه في احتمال كبير في هاي الفترة. اه غير المصالحة انه يعترف في اه اخطاءه. بقول لك take the next step now. يعني هلأ فرصة مناسبة انك تاخد الخطوة اه الجاي. يا برج الاسد. اه بكفي خلص التراوح يعني نفس المكان او ما بدك تاخد اكشن. اه خد اكشن والكروت عم بتطمنها يعني عم بتكون اه حلوة الكروت لذلك ما في خوف من انك اه تعمل اكشن. هون عم بشوفك بتسترجع اه موضوع بتسترجع شخص بتسترجع اه موضوع خلينا نقول اه يرجع بين ايديك ترجع تمسكو بين ايديك تشمو تا تلمسو فا اه من بعد ما شي كان اه مستحيل في حياتك عم بشوفك لأ عم بتعيشو بكل اه سعادة وانتصار. نشوف الرومانس. بقول لك اه يور اموشنز ار هيلنج. اه فعلا زي ما قلنا اه عواطفك او مشاعرك عم بيصير لها هيلنج عم بيصير لها استشفاء اه وهاده رح يخليك قادر انك اه توصل للحب العظيم او الحب الحقيقي اه في حياتك للماكسيمم من الحب مع الشريك اه بيقول لك انا رح اساعدك هذا الملاك بيقول لك انا رح اه اساعدك لحتى تطلق الغضب والانتقام انت كان في عندك روح انتقام ضد هذا الشخص اه ولكن وكمان العدم التسامح اه من القلب والعقل رح اه بحكي لك انا رح اساعدك اه لحتى انك اه طاقة الغضب والانتقام وعدم اه التسامح من قلبك وتستبدلها بالااااכات الحلوة وكأنه بحكي لنا انه الشريك رح يعني رح ينعدل رح ينعدل هاي الفترة الجاي ويقدم تنازلات بقول لك join in اه وكأنك انت خارج او خارج الحركة اللي عم بتسير ان كان في العمل او في الاجتماعيات بشكل عام عم بتكون بعيد شوي عم بتكون عازل حالك اما بتحاول تستشفي او بتحاول انه يعني تعود مع حالك تشوف ايش الاخطاء اه ما الاخطاء بيقولك لا بالعكس ادخل مع الناس وتشجع تشجع انه يعني تحكي وتعمل تجارب وكذا مش شخص واحد كان سيء يعني معناته كل الناس سيئة بالعكس وسيلف كير بيقولك انه رح يكون رح تعتني اكتر في حالك بالفترة الجاي وتركز على حالك اكتر ما تركز على التانين مثل ما قلنا بيقولك بكفي تفكير بكفي تحليلات بكفي يعني تضغط على حالك وتعبي راسك او عقلك الباطن بالسلبيات بيقولك stop thinking خلص ما تفكر بس تنفس تنفس وكأنه بيحكي لك اعمل meditation روح عالطبيعة اهتم بحالك بدل هاي الطاقة حاول اتبدلها بيقولك let it go في شخص رح يروح من حياتك وكأنه ميت يعني انا تشايفه مثل التابوت يعني مش ميت بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي وكأنك رح تودعه رح تزعل بالبداية لكن بالنتيجة رح تكون في عندك بداية جديدة حلوة كتير ازا في اشخاص رح اتودعهم بتوقع على الصعيد العملي لانه مبين في فرصة جديدة في اه العمل هون بيحكي لك بيقولك انه لازم تسبنى البدايات الجديدة مشاريع جديدة امور جديدة اه اليك فترة ما عم يعني تحاول تنجز عم بتفكر بس باللي تعانوك وعم بتفكر بس بالعلاقة الثلاثية ممكن تكون بالخيانة بالاستشفاء بيقولك خلص بكفي بلش المشاريع اللي انت كنت اه مجمدها اه ازا كروت كتير حلوة لحد الان اه بيكرجوس بيقولك بس كون جريء ومتشجع وادخل ادخل تنباك بيقولك هون انه في طريق انت اه فتها انت مش ادها او انت اه رح تكون شوي صعب عليك ففكر بالموضوع اكتر ممكن انك اه ترجع اقرب لك كتير من انك تلف كل اللفات عشان توصل لنفس النقطة بيقولك ممكن انك تتراجع عادي جدا اه ممكن انك تتراجع يا برج الاسد في موضوع من الموضوع مش عيب ولا اه غلط اه ان الواحد يرجع يفكر في الامور اللي اه خلينا نقول بالامور اللي كتير اه عم بيعاني منها give yourself the best بقوله فكر بحالك حب حالك اه انت تستحق الافضل فما تضلك اه يعني تعيط او ما تضلك تبكي على اطلال اه الماضي الفيري كارت نشوف ايش في اش جديد او كيف بيقولك رح يكون في وفرة كبيرة بتوقع على مستوى العاطفي اه رح يكون وفرة كبيرة من المشاعر اللي متجمدة داخلك اه واللي رح تتفجر اه بيقولك بالفترة الجاي ممكن معقولي كتير انك تدخل هذا العصر وهاي الفترة اه اذا لبرج الاسد كانت كروت يعني نصها حلو نصها مش حلو بس اه كله بايدك انت يا برج السلطان انك يا برج الاسد اه انك اه خلص يعني تاخد قرار لانه في امور كتير انت اه موقفها ما عم تبلش بدايات جديدة عم بتكون متجمد عند امور معينة او عند اشخاص معينين ويمكن هذا بسبب الطاقات السلبية فيعني فكر بالموضوع اه وعم بشوف فيه شفاء على خير اه في هاي الفترة ان شاء الله ومن بعدها رح تستقبل الامور اه الحلوة اذا لبرج الاسد اه كتير بتمنى لكم فترة حلوة ان شاء الله والورق حلو يعني تطمنوا ما في يعني اه وقعات ما في شي خلص خلصنا الصدمات خلصنا الجروحات كلها ما ضلش اشي فبتمنى لكم فترة كتير خلية